السلام عليكم ايها الشعب السوري في عندي اخبار كتير مهمة جاءت من الصانعة او الطباخة او احد الموظفين او الشفرية تبع عائلة الاخرس فما بدي احكي شخص بعينه يعني لانه بدنا شوي يكون حذرين وننتبه المهم هذا الشخص صمع مقالمة تليفون بين اسماء الاخرس وامها من بيت العطري او العاطري فكانت اسماء عم تشكيله لامها عم تقلها لانه امها لاسماء العاطري يعني زوجة الاخرس قالت له انه مبارحة بالجراية تحطوه بالإيفنينج ستاندد خمسة سبتمبر 2018 وبالاخبار انه شو صار به هدولا به هؤلاء يعني الروس يلي كشفوا امرهم رجال المخابرات الروسية تبع الجي اريو بيشتغلوه فكتبوا الصحافي بالمقالة انه شو صار بالنسبة له هدول المجرمين انت بتقرأ وانا عم بشرح قصة اسماء يعني وامها فعمل المهم كانت عم تشكيل امها بعد ما صار الحدث والنقاش وخبرتها امها على الاخبار فعمت رحت اسماء جادلت مع بشار وصارت خوفه وقالت له انه امي اتصلت فيه وخبرتني انه في اخبار بريطانية عن هدا بوتين وكذا وجماعته وانه الانتربول والامن العام الاوروبي عم يبحثوا عن رسلان والكساندر وكذا وقالت له بكرا يعني بصيروا بفتشوا على شركاتنا وعصاباتنا وقالوا انه انتو عم تتعاون مع الروس وانتو عم تهربوا للروس وانتو عم تساعدوا الروس وانتو مشاركين مع الروس فلازم بقى نبتعد عن الروس وما لازم نتعاون مع الروس فقاله شوفي ما تعجعي لراسي انا هلا متفهم مع الروس بدي اضرب ادلب قالت له لا ما لازم تضرب ادلب افهم اذا ورطوك بادلب وضربتها هذا يعني اكبر حفرة عم يفرولك ياهلا حتى يجيبوا واحد بدالك وهلا هنه في بداية التضييق على المخابرات الروسية ورجال اعمال وبعدين يا بشهر ما شايف زوجتك مع سرطان يعني شو بدك تضرب ادلب وتوجع راس ابرك ما شايف انه كيف يعني العقاب اجه لقصرك على زوجتك وعم تعاني انت من السرطان تبعي وانا عم عاني من السرطان وكيماوي ما كيماوي عم استعمل لجسمي لكن يا بشهر لازم نخاف على ولادنا ومستقبلهم شو بدنا بروسيا وبوطين ما هو اخد الف و الفين و ثلاثة من اطفال قرداحة وجبله انت قلت لي ومن بانياس ومن طرطوس ومن اللاذقية وعم يغسل دماغهم لحتى يكبرن عنده ويعطوه كل شي من سوريا وليبناء والعراق لمدة عشرين سنة في المستقبل ماشي خلينا نروح نعمل نجوء ع بريطانيا ونهرب ونترك سوريا بابا بدنا يعني نوجع راسنا بسوريا قلت لك انا بكرة بيتنهموك وبيتنهمو عائلة الاخراص بانهم عصابات وانهم رجال بوتين وعصابات بوتين و المهم فاللي بس بقى ومحاش تحكي ومتوش تغيري راسي وكلا الى اخرهين فالمهم لما اجت بقى بسينا على الغرفة وسمعت الصراخ والخناء والجعير طبعا بشار بيصرق ويجعر على مرته وعلى شو اسمه موظفينه يعني ما في عنده مشكلة فالمهم هلأ على السرية بس حوجيكم الصور هدول الاثنين هدول الاثنين يلي اجلست الشرطة البريطانية صورتهم صورت كل تحركاتهم وكيف عملوا هذه الجريمة وما يعني ورجوها للناس بس باليومين ثلاث يام طلعت على اخبار ما بعرف قد يكون بسبب لانه في ضربة لادلب وكذا وهذا فمشان يعني فهموا لبوتن انه شوف نحن منكسر راسق عنا معلومات كثير عنك التعامل جرائم حتى باوروبا فما تعمل جرائم زيادة بادلب فالمهم هلأ خليني كفع نقطة طبعا بوثينا وشو اسمه هاي اسماء الاخرس وبشار فقالت في طول بالك يا سيد الرئيس ما في ضرورة تصرخ ما في ضرورة يعني وتجع راسك وخلاص هي يعني اسماء يعني مشغول بالا عليك يعني وخلاص يعني بدها تحمي ابوها وخيفاني على انه يعني انه سير عنده مشاكل هنه وفايتين وظاهرين من بريطانيا لانه هنه عنده علاقة مع الروس وكذا وهذا وفعلا يعني هلا في ضغط دبلوماسي يعني على حكمك على حكم بوتين وكذا لانه هنه يعني استعملوا الجي اريو هدول المخابرات هذا الروسية واستعملوا المخابرات العراقية والايرانية وخطفوا اطفال اكراد يعني حتى قالوا انه في بعض الوكالات الانباء العالمية انه بوطن يخطف اطفال يزيديين اخدهم من داعش وكذا وهربوا لروسيا مشان يستعملوا يعني بالمستقبل في جرائم فالمهم يعني ضلوا جدال وخناء وصريخ ومسك بعدين الشقس مكباية المي او كاسة الشوربة ورماها على وجه لأسماء وبلشت التبكي وتصرخ وكذا وجاء ابنه حافظ وصري سبسب ولا بشار وقال له كيب هيك بتعمل بامي وبتزدت عليها الاكل بركة حرقتها ما شعف مع سرطان وكذا قال له ابوك على ابو امك على ابو جدك الى اخري ما خلفين ولا كلمة وبعدين مسك الصحن طبعه ودلقوا على الطاولة وقام زعج وراح لزاوية الغرفة بالقصر وصار يسبسبون وسبسبوثين شعبان وقال له انا ما فيني خالف بوتن مهما عملوا فيه لازم نفذ اوامره ولازم اطيعه لانه بالنهاية انا بدي روح على روسيا بدي اهرب على روسيا ما عندي مهرب غير روسيا وشو ما عمل بوتن انا بدي يوقف معه ما فيني يعني انا ابوي قال لي بدك توقف مع روسيا لانه احنا عنا حلف مع روسيا وايران وكذا الى اخره فالمهم فرجعت تصلت بقى وصار تبكي لامها والصانعة والطباخة والشفار وكذا بعض منهم يعني سمعوا هالخبر وتصلوا بينا وخبرونا على المشكل الكبير يلي صار بين يعني اسماء وبشار فيعني يبدو انه انهيار عصاب بشار بعد الضربة طبعا مطار المزة كتير 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 يعني اثرت عليه وقال لي رحنا فوق الخمسين ضابط من اقاربنا في مطار المزة وحتى فوق المتين ضابط ايراني وكذا راحوا في مطار المزة وما بعرف ازا سهيل حسن ولا مين من جميع حسن ولا غيره نعم يعطي معلومات دقيقة عن غرف العمليات ويضربوا هذه الضربات فانا ما في عندي غير بوتن فمطار انا امشي معاه لو كل عالم تتهمه لو كل عالم تتجعله رأسه فتطورات خطيرة في قصر بشار وايضا اسماء منهارة عصابها فعايشين حياة تعيسة ومذرية وكلها خوف وكلها رعب واحلى شي لما قالت له حسب ما وصلنا الخبر قالت له انه نسيت انت ببريطانيا الشركات وكذا بـ 68 ساعدتك توصل على الحكم وكذا وهلأ قاعد عم ترمي حالك لروسيا ما هني الشركات البريطانية وبعض الشركات والعائلات البريطانية اللي اجتمعوا معك سرها بـ 68 ساعدوك تجاه الحكم ودربوك وفجأة هلأ صرت انه بدك تنزل بأحضان روسيا واحضان بوتين واحضان كلها دولة ما هو أوروبا فرنسا وبريطانيا هي هي اللي ساعدتك ببقاء حكمك وبقاء حكم النصيرين والعالويين وكلها أولا الناس والآن مصر انك تبتعد عن أوروبا وأمريكا وتحارب مع بوتين ضد أوروبا فهذا مش من الحكم ومش من العقل وبعدين ولادك بريطانيين وزوجتك بريطانية فلازم انت توقف مع بريطانيا فهذا الحقيقة اللي يخلي الحوار والجدال والمعركة تكبر وتزداد فتوقعوا يعني خلال أسبوعين حيكون فيه يعني انهيارات ومشاكل كبيرة في نفوس وأعضاء وموظفين بشار في داخل القصر فأرجو المتابعة واللي عنده أخبار يبعث لنا ياها بأسرع ما يمكن وانتوا على قل الحال بتقرأوا بالانجليزي يعني هذه المعلومات اللي هنا بالجريدة الله أرضو عليكم تعاملوا توقيف بس حبيت أنا يعني أنه تعرفوا أنه الوضع الآن يعني دبلوماسيا متوتر كتير والدول سوف يعني تضغط على روسيا اقتصاديا بسبب يعني تصريح عن هؤلاء الشخصين وأنه يجب أن يكمشوهم هذول شخصين يعني أخذوا أوامر من بوتين وهم خبرات روسية يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرك الله بالثورة السورية الكبرى